اهلا بكم من جديد في هذه التغطية واللي هنسلط فيها الضوء على اطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال القاهرة والجيزة واللي متوقع ان تستمر لمدة خمس ايام وتستهدف الصغار من عمر يوم وحتى خمس سنوات خلينا اقول لحضراتكو ان وزارة الصحة اعلانت تفاصيل اطلاق حملة شلل الاطفال بالقاهرة والجيزة واللي هيتم اطلاقها يوم 9 اكتوبر الجاري فهذه الحملة تأتي في اطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الاطفال فهو حفاظا على استمرار مصر خالية من مرض شلل الاطفال وزارة الصحة المصرية اكدت ان الفرق الطبية المشاركة في هذه الحملة مدربة على اعلى مستوى فواسة جوب الميادين والشوارع واماكن التجمعات والاسواق وذلك من خلال الفرق الطبية المتحركة وهناك فرق طبية ثابتة داخل الوحدات الصحية كمان وزارة الصحة دعت الاسر المصرية بضرورة تطعيم اولادها والتوجه بالاطفال الى الوحدات والمراكز الصحية وان التطعيم مجاني وجميع التطعينات امنة 100% وحصلت على موافقة منظمة الصحة العالمية خلينا اقول حضراتكو ان وزارة الصحة شددت على ان الحملة والفرق الطبية تتبع كل الاجراءات الاحترازية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا مناشدةنا المواطنين بالالتزام باتباع الاجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي وتطهير اليدين فور لمس اي سطح وعن الاعراض الجانبية للتطعيم ضد مرة شلل الاطفال اشارت وزارة الصحة الى ان الاعراض الجانبية تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم والاحساس بالتعب وتكسير في العضلات وان هذه الاعراض الجانبية امر طبيعي ولا يوجد خوف منها وتزول تلك الاعراض من تلقاء نفسها ولا تستدعي الذهاب الى طبيب الحقيقة كمان ان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان اعلن ان مصر امنى وتم اعلانها خلية من شلل الاطفال في عام 2006 والحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال مجاني كما ان الطعم المستخدم فيها هو طعم شلل الاطفال الفموي ويتم التطعيم عن طريق نقطتين في الفم وفي النهاية وزارة الصحة لها نشطها الواضح في مواجهة مرة شلل الاطفال والهدف منه الحفاظ على تغطية الاطفال بالجرعات التطعيمية اللازمة كما سيتم توفير عدد كبير من الفرق الطبية للمرور على المنازل مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرت